السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا كله باسمعني. معكم استاذ صفاء من قناتي وكل باسمعنا الاول مرة وعجبوا الفيديو. مينسى الاشتراك وفعلنا الجرس. تعبري اليوم عنا تطور العلمي والتكنولوجي. مخاطر تطور العلمي والتكنولوجي. نمط المستخدم نمط حجاجي. وظفنا الحجاج من اختباسات شواهد اه ادوات شرط. اه وكمان اه ادوات شرط وابداء الرأي. دي كلها من مؤشرات الحجاج. وذكر الرأي المعارض ايضا. نقرأ الموضوع على بركة الله. في الاونة الاخيرة شهد العالم العديد من الوسائل المطورة والكثير من الشباب بتأثر بها. واصبحت مساويها اكثر من ايجابياتها فيما هي مخاطر تطور العلمي والتكنولوجي. لقد عاشر الانسان للاف من السنين بدون طرف التكنولوجيا الفائقة. التي نستمتع بها. ومع ذلك فقط سعى الى ابتكار الادوات التي سهل حياته. مع تطبيق التكنولوجيا والوسائل المطورة اصبحت الحياة اكثر سهولة ويسر. والرغم من ذلك الا ان التطور العلمي نتج عنه العديد من المخاطر. ولقد اثبتت الابحاث ان تتقدم التطور خصوصا في الانترنت والهواتف والالعاب الالكترونية سيطرة على العقول. سيطرت هنا سيطرت على العقول. وسببت العديد من الامراض واثرت على الثقافة. واثرت على الثقافة. والادمان والعزلة. وكذلك الادمان والعزلة. ونحيك عن القنابل الذرية والانفرقات والاسلحة النووية التي سببت التلوث ومخلفات المصانع ايضا. وصدق رسولنا حين قال الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخلاص القول. اتطور العلمي سلاحظوا حدين الاستخدام السيء امر مدمر ومذموم. والحل الوحيد هو الاستخدام الامثل للتكنولوجيا الفعالة. واخذ الامور بجدية وحسن التصرف حتى تتحقق السعادة البشرية. وغطقيل كل شيء يزيد عن حده. ينقلب الى ضده. ينقلب الى ضده. اه نضع خط تحت مؤشرات الحجاج. مؤشرات الحجاج. الا انه. لقد روابط. ولقد اثبتت. انه. لابحاث انه دي مؤشرات الحجاج. اه. ولقد اثبتت الابحاث او نقول ولقد اثبتت الدراسات. اول ما نشوفها نعرفها عطل ان دي حجاج. من مؤشرات الحجاج. ويجب ان نوظفها اذا طلب مننا موضوع حجاجي نوظف اه ابحاث او دراسات بالموضوع. صدق رسولنا شواهد حديث شريف. مقولة حجاج. اه هنا اه اصره افوا اصره. اه تعود على كلمة التقدم التطور. التقدم التطور سيطرة على العقول. تقدم التطور وخصوصا في الانترنت والهواتف والالعاب الالكترونية سيطرة. تقدم التطور سيطرة على العقول. وسبب على عديد من الامراض واثر على الثقافة. تمام? اه المذكر هنا التقدم والتطور. وليس مؤنس الانترنت والهواتف والالعاب الالكترونية. شكرا جزيلا. على حسن متبعتكم دمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.